يمكن هناك زخم لعلاقات المصرية الأفريقية وعودة للقاهرة وبقوة لأن تتحدث عن طموحات شعوب القارة الأفريقية وعن تنمية وتطوير القارة الأفريقية ومسألة استغلال ثروات القارة الأفريقية لأبنائها مش زي ما كان بيحصل قبل كده حيث تقرأ إزاي العلاقات المصرية الأفريقية خلال 8 سنين اللي فاتوا لا شك إن قبل الحديث عن 8 سنين الماضيات مصر كان لها دور أساسي في حركات التحرر الأفريقية صحيح في عاد الرئيس عبد النصر بالضبط والحقيقة الملامح والبصمات المصرية موجودة في كل عاصمة في أفريقيا هو اللي حصل إن احنا قبل العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس عفتاح السيسي كان فيه نوع من الإهمال الحقيقة لأفريقيا الرئيس عفتاح السيسي جيه بكل شجاعة وقال الملف ده يجب أن يحتل أولوية في أجندة مصر الخارجية على مدى التاريخ مصر لها دور إقليمي هذا الدور الإقليمي كلما قوية كلما قوية مصر وارتفع شأنها في المنطقة من أيام قدماء المصريين وحاج سبسوت وذيارتها إلى الهضبة الإفريقية ثم بعد ذلك في العصر الحديث محمد علي ووصوله بأيضا جوانب في أفريقيا كلما مصر تهتم بأفريقيا كلما قوة مصر تزداد ونفوزها يبقى أكثر ترجمة نانسي قنقر